اشتركوا في القناة وبحضور ممثلي الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في مملكة البحرين بمشاركة ألف شاب وشابة يمثلون وفودا من 29 دولة من مختلف أنحاء العالم هذا وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة المتحدث الرئيس في المؤتمر أهمية أهداف التنمية المستدامة وقال في كلمته التوجهية التي حملت عنوان شباب العطاء حان دوركم إنه بتطبيقنا لأهداف التنمية المستدامة فإننا لا نطبق مجرد أحلام أو رؤى يسعى قادة العالم لتحقيقها بل هي خطوط عريضة يمكن تسميتها بمنهج حياة نتبعه يوميا ويحكم مجمل قراراتنا وخطواتنا التي نتخذها فيما يتعلق بالشأن العام أو حتى الخاص وأضاف سموه إننا اليوم نعيش بخيرات وفيرة في معظم البلدان إذا سد حاجتنا الأساسية اليومية ولكننا مع أهداف التنمية المستدامة فإننا لا نعيش يومنا فقط بل نرسم ملامح الحياة للأجيال القادمة وأشار سمو الشيخ ناصر إلى أننا في هذا المؤتمر نأتي من بلدان وثقافات مختلفة ولكننا نجتمع سويا في الإنسانية ونتشارك معا هذا العالم ونحن هنا في مملكة البحرين لا يمكننا أن نتطرق للحديث عن الجوع كأحد المشاكل لأننا لا نعاني منه لكن هناك مجموعة كبيرة من البشر تعاني من الجوع في أطراف أخرى من العالم ومشاركتنا جميعا في المؤتمر الحديث عن هذا الأمر يعد جزءا من المسئولية الاجتماعية التي يجب علينا حملها لنحيا جميعا حياة إنسانية كريمة وطرح سموه تساؤلا حول اختيار لنرد العطاء ليكون عنوانا للمؤتمر هذا العام وقال لقد جاء الإسم كترجمة ضمنية لأهداف التنمية المستدامة فجاءت لتقول عالمنا بأنه حان الوقت لنرد عطاء الأرض لنا بعطاء يساهم في ديمومته ويساهم في الحفاظ عليه واختتم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة كلمته قائنا للشباب حان دوركم لأخذ زمام الأمور فلدينا 13 عاما وثمانية أشهر لتحقيق أهدافنا السبعة عشر فأنتم من تعول عليهم الأمم في التقدم بحضاراتها ترجمة نانسي قنقر أتمنى أن نمط الحياة يكون هو أهم بند عندنا نفكر فيه عن طريق الوزراء عن طريق المسؤولين عن طريق الشباب الموجودين كيف نحن نمارس نمط حياة ينمي هذه الدولة وليس فقط في التنمية ولكن ديمومة هذه الأيام وديمومة صحة وبيئة الأرض اليوم حان دورنا اليوم حان دورنا حني الشباب اليوم الشباب في العالم بأسرة أصبح مختلف عن الشباب والشابة في السنوات السابقة تقدموا بالعلم تقدموا بالمعرفة تقدموا بالاطلاع تقدموا بالجدية تقدموا بالانضمام إلى سائر أعمال الدولة وأعمال الحكومات والقطاعات الخاصة وإلى آخر خلاصة كلامي أخوان خلاصة كلامي أننا فعلا نحتاج إلى شباب جادين قادرين ويتحملون هذه المسؤولية ولكن ليس بيضاً بس أنهم جادين ويتحملون المسؤولية واعين عن هذه أهمية المسؤولية واعين ما هو المستقبل أو واعيكم شباب الذي لم يفكر في بكرة ما يحدث فهو ترى متأخر وغلطان أنت بكرة لازم خلصتها اليوم واليوم أنت مفروض أنك خلصتها أمس وهكذا تمشي الأمور أمشي للأمام أمشي في التقدم واكب التطور وأطلب العلم وشاهد الحضور عرضاً فنياً بعنوان حكاية الإصرار يركز على عنصر بيئي تاريخي لمملكة البحرين هي شجرة النخلة لما تحويه من مضامن بحرينية وأصالة ورمز للخير والعطاء من تقدم الزمان والتي يتم توظيفها كرمز للاستدامة والقوة والإصرار وقدم شباب لوحة فنية بعنوان قوة الشباب وهي عبارة عن أوبريت يتحدث عن قوة الشباب وعزمتهم وإصرارهم للتحدي والإنجاز وتحفيزهم على التقدم والبذل لتحقيق أهدفهم وخدمة المجتمع وخلال الجلسة الافتتاحية وجه ضيف شرف المؤتمر الكاتب الإسرائيلي الملهم بالأصول الهندية سارو بريرلي الشكر إلى مملكة البحرين على استضافة مؤتمر الشباب الدولي الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة مشيدا بالخطوة التي اتخذتها المملكة لإتاحة الفرصة للشباب من مختلف دول العالم للمشاركة في صياغة خطط مبتكرة لتنفيذ الأهداف التي تخدم الإنسانية كما تحدث عن هدف القضاء على الفاقر كأعاد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقارتها الأمم المتحدة مستعرضا تجربته في هذا الشأن وفي ختم الحافل قام سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بتكريم المتحدثين والجهات المتعاونة كما تسلم سمو هدية تذكارية من سعادة وزير الشؤون الشباب والرياضة هشام الجودر تقديرا وعرفانا لرعاية سموه المؤتمر الشبابي في نسخته التازعة ترجمة نانسي قنقر لأنها تؤمن بأن الشباب عماد لنهضة الأوطان والأمم والشركاء الحقيقيون في تنفيذ خطط التنمية والتطوير تستضيف مملكة البحرين مؤتمر الشباب الدولي التاسع تحت شعار لنرد العطاء وذلك لزرع هذه القيمة النبيلة في نفوس جميع الشباب نحن يا الشباب حلقة الوصل نحن الوسيط ما بين السابق وما بين القادم نحن نستلم من السابق الخبرة والعون والسند ونتعلم وبعدين نسلمه إلى أجيالنا القادمة وهم كذلك وهذه روتين الحياة وبرؤية تتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 وبأهداف تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بنى هذا المؤتمر موضوعاته ليرسخ وينشر الوعي في كل ما يتعلق بالإنسان والإنسانية بنعتبر أن التجمع في المؤتمر دوا هو نقل لتجارب أو خبرات من الدول الأجنبية للدول العربية والعكس هي خبرات متبادلة وبنتمنى أن نكون نحاول مؤتمر مجدية للجميع مؤتمر أصل غايته من خلال الرؤية الثاقبة لجلالة الملك المفدة التي تقوم على تعزيز الأفكار الجديدة والخيارات المبتكرة للتعامل مع القضايا التي تواجه الشباب من مختلف الدول من أجل خلق التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية في عملية نماء الشباب وكذلك الانفتاح على التجارب الإقليمية والعالمية هذا المؤتمر الذي يناقش أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بالطبع ستنعكس هذه المشاركة بالإجابة علينا نحن كوافد سعودي وكذلك على جميع الشباب المشاركين في هذا المؤتمر بإذن الله ننقل الخبرات وما استفدنا من هذا المؤتمر إلى الواقع في بلادنا لتتحقق التنمية المستدامة بإذن الله سبب المشاركة عثبت الشباب الإماراتي يستفيد من الخبرات الدول الأخرى وكل واحد يطور نفسه ما حد يقدر يطور من نفسه غير إذا يشارك الآخرين أفكاره والآخرين يساعدون بالأفكار وتطويرها نحب أن نشارك في هذه التبادل للثقافات والنفس الشيء توصيل رسالة للشباب مخصوصا للبيئة المستدامة والحمد لله يعني أن الرسالة وصلت للمشاركين الثانين اللي بيشاركون فعالية دولية مرموقة تعد من إحدى المناسبات التي تسهم في تعزيز وتحفيز الشباب على تطوير قدراته ومساهماته وإبرازها من خلال توفير الفرصة السانحة لتبادل الخبرات والتجارب مع نخبة من شباب العالم بطعم العطاء مؤتمر يأتي كي يعزز دور الشباب في المجتمع عبر مشاركته في بناء هذا الوطن وفق أطر حديثة تتناسب مع رغباته وتطلعاته لتلفزيون البحرين صالح يوسف